السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوات المغاربة الأحرار في المكنتو داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيفما تنقولوا دائما الله حفظت البلاد هذه من كل شر إذا الإخوان والأخوات كيفما لحتوا في العنوان مازالنا مستمرون في المواكبة ديالتقطية ديالكل الأحداث المرتبطة بالمغنية دنيا باطمة وفي هذا الفيديو إخواني أخواتي بالتبط فغدين تحتو على جوج ديال النقاط أساسيين وجوج ديال النقاط مهمين فمن بعد الشيكاية لدير الدنيا باطمة بسعيدة شرف مجموعة ديال المؤثرين ومجموعة ديال أصحاب القنوات فالسؤال اللي مطروح من بعد ما يعني توصلنا أو لا تعرفنا على أغلب يعني أصحاب القنوات اللي تم يعني رفع الشيكاية في حقهم في هات القادية ديال دنيا باطمة فالسؤال المطروح هو علاش توحفى ما تمش يعني وضع الشيكاية بخصوصه من طرف دنيا باطمة علاش توحفى اللي يعني معروف بأنه أول يعني من يعني يطلق هجماته ومن يتحدث ومن يفضح يعني أغلب الأسرار وأغلب المكنونات المتعلقة بدنيا باطمة لم يتلقى شيكاية أو لا لم توضع شيكاية من طرف دنيا باطمة بخصوصه وأيضا إخواني أخواتي في هذا الفيديو فغادي نتحدثوا على الأستاذ راشيد العمارتي في طريق جديد ليقع مع الأستاذ راشيد العمارتي من بعد ما تم يعني حذف القناة دياله الرسمية وأيضا القناة التانية اللي كان دار من أجل التواصل مع عموم المغاربة وعلى بركة الله الإخوان والأخوات نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو وغادي نبدأ بالنقطة الأولى واللي كيفما قلت طرحنا فيها التساؤل العريض فالتساؤل السؤال لمطروح إخواني أخواتي كيفما لحتوا هذه الأيام أو لم منذ ثلاثة أيام تفجر هذا الخبر ديالأن دنيا باطمة وضعت واحد شيكاية بحوالي يعني عشرين شخص أغلبهم من أصحاب القناوات ويوتيوبرز وأيضا الفنانة سعيدة شرف فمن بين هذ الأشخاص اللي تم وضع الشيكاية بهم من طرف دنيا باطمة لم نجد أو لم يتطرق أو لم نتوصل إلى أن اسم تحفى موجود من بين هذ الأشخاص اللي موضوعين في هذ الشيكاية اللي وضعت دنيا باطمة فهنا جاء التساؤل فعلاش تحفى هنا ماشي بغنى لتحفى الضرر أو لشي حاجة وإنما هذا التساؤل كنترحوه لأنه مكينش إنسان تبع هذا الدوصي مع لبالوش بأن تحفى ماشي يتزعم وإنما تحفى من أبرز من يتحدد في هذه القادية ومن ينتقد دنيا باطمة ومن يطالب يعني بتحقيق العدالة في الملف ديال حمزة مومبيبي إذن تحفى واحد من الأعمدة ديال المطالبين بتطبيق العدالة في الملف ديال حمزة مومبيبي فلماذا لم تضع دنيا باطمة أو لم تدرج دنيا باطمة اسم تحفى في هذ الشيكاية واش هما على تواصل وحنا كلنا ضحايا ديال هذ تواصل الخافي لما بين تحفى ودنيا باطمة لأن الأمر أصبح مشكوك فيه لكن اليوم إخواني أخواتي عندي لكم واحد الجواب لمنطقي لهذا الأمر إنما هالتساؤل هذا ديال واش تحفى شاريك دنيا باطمة في خفاء هالتساؤل أصبح فرض لوجود دياله وغادي نفندوه بهذا الجواب اللي غادي نعطيكم ديال علاش بالضبط يعني دنيا باطمة ما وضعتش الاسم ديال توحفى أو لم تدرجاتش الاسم ديال توحفى في هذ الشيكاية فالجواب إخواني أخواتي سبق لنوصلنا له لما كان جاء توحفى للمغرب ونزل في هذه الزيارة اللي قام فيها بزيارة مجموعة ديال المناطق وبكل صدق يعني يروج إلى مجموعة ديال المناطق في المغرب يعني كما تعرفوا توحفى عنده متابعين مختلف البيقاع ففيما كيمشي وكيحل وكيرتاحل فضروري كيدير إشهار المجموعة ديال المناطق منهم الزاوية أو للقصبة اللي مشاليها في أقادير وفلق فهذا الأمر إخواني أخواتي في هذه الفترة فتوصلنا وعرفنا بأن توحفى كيتوفر على جواز صفر أمريكي وأنه لما كيدخل المغرب فكيدخل بالجواز الصفر الأمريكي اللي كان في الحوزة دياله فهذا الأمر هذا ربما يعني خلى أن جهات تعطي معلومات لدنيا باطمة بأن توحفى يعني دائما كيعتمد على هذا الجواز الأمريكي وأنه يعني ربما من الناحية القانونية هناك إشكالات كثيرة ومجموعة ديال العقد من أجل يعني رفع شيكاية ضد توحفى أو لا إجباره على الموتول أمام هيئة القضاء أو لا هيئة التحقيق في هذه المسألة لأن القدوم دياله إلى المغرب وأنه كيدخل المغرب بجواز صفر أمريكي وما كيدخلش بجواز صفر المغربي اللي عنده المعهود هو كيدخل المغرب بجواز صفر أمريكي وهذا الأمر كيف راق هذا الأمر كيشكل فارق بينه وبين يعني باقي المتابعين ولا باقي من شكت بهم دنيا باطمة فهذا الوضع ديال أنه تحفى يعني متحصل وعنده هذا الجواز صفر أمريكي يعني كيف ما كتعرفوه ربما يعني تكونوا صادفتو مجموعة ديال القضايا اللي فيها أمر بحل ما تشكل فكيكون الأمر يعني معقد وكتكون مجموعة ديالإشكالات من أجل يعني متابعة وحد الشخص اللي عنده جواز صفر أمريكي أو لا أجنابي إن صحى التعبير فهذه النقطة هذه بالضبط هي اللي خلات أن دنيا باطمة ما تدرش لإسم ديالتوحفى ديالتوحفى ضيما المشتكى بهم لأنه كين في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا وأنه لما كيدخل المغريب فما كيدخلش بجواز صفر مغريبي بل كيدخل المغريب بجواز صفر أمريكي ونمشي إخواني أخواتي إلى النقطة التانية في هذا الفيديو واللي كتعلق بالأستاذ راشيد العمارتي فكيفما كتعرفوا إخواني أخواتي الأستاذ راشيد العمارتي يعني غاب نوعا ما على الأضواء وغاب على منصة يوتيوب لكن السبب كيعود إلى أنه يعني من بعد ما تم حدف القناة دياله الأولى الرسمية اللي كان كيدت تواصل بها مع عموم المغاربة فقام بإنشاء أحد القناة التانية وتم أيضا الحدف ديالها من طرف جهات اللي سماها هو بأنها جهات موالية لدنيا باطمة ومؤخرا كان دار واحد القناة اللي كان سماها دكتور راشيد العمارتي هذه القناة بدورها تم الحدف دياله ليلة الباريحة أنا توصلت بالخابر من خلال واحد تعليق ديال واحد شخص اللي يرجح أنه هو من يعني كهكر هذه القنوات اللي هو سامارون هذا الشخص اللي علقوا حد تعليق وحدفوه في نفس الوقت واللي قال بأنه سد القناة دي راشيد العمارتي وفعلا دخلت وقلبت ولقيت فعلا بأن القناة التالية الجديدة ديالا أستاذ راشيد العمارتي تم الحدف ديالها من على منصة يوتيوب على أين تبقى هذا يعني أمور غير مقبولة لأن هدفنا هو أن التعبير أن الإنسان دائما يعبر بحرية هذه الأمور لكن تتبقى هذه الصراعات وتدخل فيها هذه الأمور هذه ديال الهكر كيف ما كتعرفوا فماشي المرة اللي هذه مرة تالتة باش يعني أستاذ راشيد العمارتي كيتعرض لهذا الأمر إلى هنا الإخوان والأخوات جيت الختام ديال هاد الفيديو اللي سلطنا فيه الضوء على كل هاد المستجدات والمتغيرات في الملف ديال دوني يا باطمة ختاما كانت مننا لكم تمام الصحة والعافية وكيف ما تنقول دائما الله أحفظت البلاد هذه من كل شر وخير الختام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته